من جدد صباحنا لحضراتكم مرة تانية وصباح الخير يا مصر الطفل الوحيد داخل الأسرة دايماً بيكون ليه تقوص خاصة في التربية طريقة معينة في التعامل بلاي الأسرة دايماً طول الوقت بتحاول تفاهمه وتحسسه إنه بش وحيد عشان ما يحصلش بعد كده بعض الأثار النفسية ويكون انطوائي وما يحبش أتعامل مع حد إزاي نتعامل مع الطفل الوحيد داخل الأسرة عشان يكون طفل سوي نفسياً علاقاته الاجتماعية جيدة مع الحواليه ما يبقاش دايماً لوحده ودايماً شايف نفسه وحيد ومختلف عن زمانه يمكن كمان بنسمع ساعد كتير عن الطفل الوحيد أنه هو طفل أناني لأنه ما تعودش أنه يشارك غيره أو يشارك إخواته بسواء لعبه لبسه أكله الحلويات اللي بتجيله الحاجات دي كلها بتخليه طفل متعود أنه ياخد الحاجة وتبقى ليه لوحده وحتى الحب اللي بياخده من بابا وممتوه ليه لوحده طيب هنعرف إزاي بقى الأباء والأمهات يواجهوا المشاكل في تربية الطفل الوحيدة اللي ما لهوش إخوات إزاي يخليه طول الوقت حاسس أنه مش وحده إزاي يخليه طول الوقت يعرف أنه يشارك حتى لو مع ريبه أو مع زميله في المدرسة يشارك لعبه ويشارك معلوماته ويشارك حتى لو أكله دكتورتنا اللي بنوارنا النهاردة في الستوديو الدكتورة أمل شمس أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس ترد على كل هذه الأسئلة صباح الخير على حضرتك صباح السعادة والأعياد عليك وعلى مصر كلها صباح نور أحضر أهلا محندم كل سنة وحضرتك طيب يعني في البداية خالص أعرف إزاي الأمهات والأباء إزاي إنهم قدروا يواجهوا المشاكل اللي بتتعلق بالطفل الواحد زي ما تكلمنا يمكن في الإنترو عن طفلي يمكن وحيد يعني مش متعود أنه يشارك زميله في حاجة مش متعود أنه هو يبقى فيه حد بيشاركه حتى في ألعابه فممكن يخلق منه إما طفل وحيد وانتواقي إما طفل أناني إزاي قدروا يتعاملوا مع الموقف مبدئيا الطفل ابن بيئته يعني أي حد فينا هو التربية هي اللي صنعته مش هو الواحده ممكن نخلق طفل وحيد رغم أن لهو أخوات والطفل وحيد اللي هو فيزيكال فعلا هو طفل وحيد إزاي؟ لو في أسرة التمييز ولد على بنات أنت أحسن واحد فيهم أنت أجمل واحد أنت حبيبي بنت على أولاد أنت حبيبتي وروحي والبقيين دول حاجة تانية ده لو مجموع أنا عايزة هنا أثبت أن الطفل الوحيد ده اتجاه أسرة مش طفل فيزيكالي هو وحيد طفل الوحيد بقى اللي فعليا وحيد الأسرة هي اللي بتصنع الأنانية اللي حديك قلتي عليها أنا في الأول بقول إيه؟ يعني أصلي فلان ده الوحده فلازم نديله كل الحب نلبيله كل احتياجاته نعمله كل حاجة هو عايزها عشان ما يحسش أنه الوحده التدليل الزائد أبقى عمالة لبيله كل الاحتياجات ده أسلوب خطأ طربوي كبير جدا في المجموع وخاصة في الواحد في الاتنين لأنه بينشأ طفل اعتمادي طفل حاسس أن الدنيا سهلة وده يجيله بقى حاجة مع الوقت كده أي مشكلة صغيرة لإيه بينكسر نفسيا لأنه تعاول ماما أنا عايز كذا بتجيبه طب أنا نفسي في حاجة فبجيبها فلازم أعود الطفل ده على أنه أولا أنه يبقى إحنا بنحبك خلينا نقول أن قمة الحب بالنسبة لكل الأطفال الوحيد والمجموع دي أهم قيمة في الأسرة دي أهم قيمة أن أنا أشبع ابني أو بنتي حبه في بيته عشان أما يطلع برة ما يلاقيش زميله ويقدره أكتر من أسرته فينجازب ليهم وأرجع أولهم بيسمعش كلامي ليه هو ليه دايما مش بيحب يقعد معانا عشان هو لقى مع اللي برة اللي ملقهوش عندي إنجازب الحب بجوه البيت رقم واحد يعني دي أول قيمة لأنه لو حسب حب أمه ليه حب أبو بفق المشاعر في البيت هيسمعني هيبقى فيه شعرة كده بيني وبينه حتى لو زعلان هيبقى فيه مسافة هقوله ده ينفع هقدر أوجهه هقدر أعلمه هقدر أقرأ أما يبقى بدائما حاجة هيجي يحكيلي لأن إحنا إحنا أساسا مسافة الحب سمحانا بكل العلاقات دي جميل طيب دكتور أمل هل فيه مبرر نفسي في الحالة الخاصة بطفل الوحيد بعض الأهالي أو الأباء والأمهات يبقى عندهم خوف زيادة وبيحسوا إنه هو ربنا ما دناشت غير هذا الطفل فلازم أخاف عليه هل ده مبرر إنه يبقى فيه تدليل أكتر يبقى فيه حب أكتر لأنه لم يرزق إلا بهذا الطفل فبالتالي نفسيا لازم يحافظ عليه لازم يبقى عنده حالة خوف مستمر عليه في كل تحركاته وكل تصرفاته هل ده نقدر نقول إنه ده تبرير لسلوك التدليل الزائد في بعض الأحيان هم بعض الأباء والأمهات بيبصوا لأنه يعيني ده لوحده فيعمله حاجة اسمها الحماية الزائدة لا ما تروحش تطلع بره لحسن تحصل لك مش عارفة إيه أو تقع أو تتكسل لها حد صح شوية أو حد آمن شوية للحماية الزائدة دي لا لا طبعا لها الحماية الزائدة دي خطأ كبير جدا على البنت في وسط مجتمع لا لا أنت ما تنزليش فبتطلع الشخصية اعتمدية تطلع مداثقة بنفسها أنا لو طلعت كده ممكنك تعب لقع أنا لو مشيت كده ممكن تحصل لي مش عارفة إيه ده الكلام اللي بابا وماما بيقولهولي مش أنا اللي مصدقه في نفسي فبيبتدي هما يكلموه عن إنك لو مشيت هتقع لو طلعت هنا هتحصل لك حدثة فيبقى أنا عندي أنا خوف وعدم ثقة بنفسي لا أنا لو عملت ده ممكن هجرالي كذا فأنا مش هعمله فبتدي أصدق ماما وبابا فالحماية الزائدة دي تخليني أنا شخص اتكالي معندي ثقة بنفسي حاسس أن أنا هفشل في أي حاجة هعملها لأن هما وصلوا لي الإحساس ده لكن أنا كوحيد هما بيبقوا يعني لحظيا لحظيا خلي قول لحظيا معذورين ده هو صروتنا بالضبط ده كان سؤالي هو صروتنا يعني بعد الشر لو وقع لو كنت هنفقد حبيبنا حبيبتنا بس لازم الأب والأم في التوقيت ده هما المايسترو لازم يبقى عارف إنه هو كده بيقذي مش بيخدمه صحيح هو لحظيا خلينا أقول إنه في حماية بطرة الضعف اللي هو سنتين تلاتة بس برضو أدي له أنشطة تتناسب مع سنه يعني زماله اللي من سنه معرضوش لمخاطر إحنا عارفينها كلنا إيه شعل الحاجات اللي إحنا عارفين كبر شوية المخاطر بتقل فابتدي إن أنا أدرج المخاطر مع السن بحيث إن لازم إحنا كبشر بنتعلم من التهديدات اللي بتقابلنا ده أنا كنت ماشي وكان حصل كذا فأنا خليه بالي فأنا المرة الجاية بيبقى عندي خبرة إن أنا وانا ماشي هعمل كذا إن أنا وانا بتصرف مع زميلي هعمل كذا طب لو أحد من زميلي تنمر علي قال لي حاجة هقدر يبقى فيه ريأكشن أقوله فالمواقف دي اللي أنا بتحطي فيها مواقف ضاغطة بتنمي شخصيتي خلينا أقدر أتعامل مع المعوقات اللي في حياتي لكن لو أنا دايما لا بالروح أحافظ عليه ده أتا تبصت لقيه لأ ضبابة هيعمل لي لأ طب أنا لو اتجوزت جزي اللي هيعمل لي فبصت لقيها شخصية أي موقف صغير يكسرها نفسيا أو يكسره نفسيا بقى لأنه ما مرش بمعوقات فابتدي خلينا أقول أما بحس بخطر أو معوق وتغلب عليه بيديني إحساس بالثقة بالنفس إن أنا أقدر إن أنا أقدر أحقق حاجة كوني فقطت الإحساس بإن أنا أقدر أحقق ده أنا فقطت بيه التعلم واكتساب لمهارات شخصية تنفعني مستقبلا وتخليني أنا شخصية نطجة بصورة كبيرة جدا فنصيحة للأم والأب اللي عندهم طفل وحيد وحيد على نوع مختلف بنت أو ولد أو وحيد فعليا تخلي فيه توازن في التربية احمي في الوقت الصغير فيه مخاطر تبقى تقوله خلي بالك من 1 2 3 تكون أنت قد ولي مثال لي تتعرضوا بمتابعتك في سن صغير لمواقف ضغطة وتشوفها يصرف إزاي لأنهم يصرف بطريقة خطأ أنت هترجع بقى تقوله إيه لا بس أنت كان المفروض تعمل كذا بطريقة برضو فيها مش سلطوية إحنا صحاب إحنا قلنا أول حاجة الحب صح؟ كمهين فأنا أنا وإبني حبيبي أو بنتي حبيبتي المساحة هنا هتسمح لي بأن أقوله بص برافو عليك أنت اصرفت صح في الموقف ده بس إبقى أنا لو منك المرض جاء كممكن تعمل واحد اتنين بدون إملاءات إن إحنا أنا لو ما كانك كنت هعمل ده وإنت برضو بس إنت عجبتني برافو عليك إن أنا ده أشجعه إنما إن أنا دايما أبقى حطاه لا ده حطاه في علبة كده وهو هدية غالية عندي وشايله في الدرج وحطاه ولا المفروض أحافظ عليه المحافظة عليه في احتكاكه جميل الأباء والأمهات اللي بيختاروا إن ابنهم يكون طفلة وحيدة أو بنتهم تكون طفلة وحيدة هل ده أنا نية منهم يعني هل هم لو قادرين يشوفوا أو يعني يجبوا له مثلا أخ أو أخت طبعا لو ربنا أراد أفضل ولا ما فيش مشكلة إنه الطفل يبقى وحيد خلينا أقول إن ده بيبقى توجه أسرة ربما يكون الأسباب صحية غزبا عنهم ربما يكون لا مش بتكلم عن الحاجات الملائق بربما يكون أسباب عدم قدرة على خدمة الطفل تاني ممكن أنا كأم مش مانع إن أنا أنجب لكن منع صحي إن أنا تعبانة صحيا فمش هقدر إن أنا مخططة الحياة إن أنا هجيب طفل واحد هو لو يعني هقول لو أنا أدر أقوم بأكتر من طفل أدر هنا بمعنى صحيا مادية اجتماعيا بزر تربويا وتربويا وحطي تحتها من خط قبل قبل ماديا حتى تربويا لإني عايز أقول إن مش مش شرط إن أولاد الأغنياء بيطلعوا متفوقين وأولاد الفقرة بيطلعوا العكس دي الحتة التربوية حتة المساحة إن الأم ترقيها قادرة تدير حياة أولادها أم لو لو كتير قادرة تحسس كل واحد إن أنا أمك إن أنا بحبك بدون ظلم للباقيين أو إنه واحد فخلينا أقول المقدرة التربوية الاجتماعية الثقافية المادية لو أنا قادرة دول وإن أنا أقدر أجيب ووزع اهتماماتي وطلع مواطن صالح خلينا سميه مواطن صالح لإن الهدف من أنا بجيب أولاد مش إن أنا أجيبهم واسبهم هيتربوا لوحدهم مش حدي بتربى لوحدهم ده بيتاني دور الأسرة موجه حتى مع الشاب لإنه كل ما بيجبر التحديات المواقف بتاعته بتتبر يعني لو اختاروا هم مع القدرة دي ممكن بقى فيها جزء آناني أو جزء إن أنا مخطط لحياتي إن أنا مش هقدر نفسيا إن أنا هقدر أراعي أكتر من طفل خلاص بس أنا اختياري يعني إن اختارت ده يبقى لازم أبقى أدن مسئولية اختياري إن أنا الطفل اللي أنا برعي إن أنا بنشأه فعليا بقى ما طلعوش بأزمات أو متلازمة الطفل الوحيد لأن هي عاملة زي الطفل المنتصف في الأسرة كده تلاقي ثلاثة فالطفل الوسطاني أزمة 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 الطفل الأولاني ده أول الفرحة وخد الحب كله والطفل الأخير ده أخير اللي عن حول المدادلة اللي بتظلم اللي في النص شوية اللي في النص ده بقي حس إنه هو لصابل اللي واخد كل حاجة ولا الدلوع الصغير أو الدلوع الصغيرة ففي هي متلازمة الطفل الوحيد أنا شطرتي بقى كأم وكأب إن أنا ما خليش الجزئية دي موجودة إن أنا بمعاملتي إن أنا بحبي الأول بصدقتي لي إن أنا لا بدي حماية زيدة ولا بدي التدليل مفرط ما هو ده هيفسد وده هيفسد دكتور أمل حركة نمتينة على الجانب النفسي وإن الخطوة الأولى داخل البيت الحب إزاي أدير علاقتي بهذا الطفل الوحيد بحب وإن أديره قراراته وحورية الاختيار وغيره من جوة البيت بقى لبرى البيت المجتمع لما الطفل ده يخرج المدرسة لما يتعامل مع أصدقائه مثلا في النادي أو في الحياة أو المجتمع التفاعل الاجتماعي لهذا الطفل الوحيد إزاي أنا كأب وأم وكأسرة ونشئ هذا الطفل عشان يبقى زي ما حرك قلتي مواطن صالح ويبقى عنده قدرة على التفاعل الاجتماعي الجيد مع المحيط اللي حواليه ممتاز هو ما بيطلع بره بيبتدي يعمل مقارنات ده أمل بشمال أنا الوحدي وفي الناس اللي حولي عندهم اتنين تلاتة أخوات بالضبط أمل واخوها جايين محمد وأخته ويرجع لماما يقول له أنا كان نفسي يبقى لي أخ أو أخت أعود وأتكلم معاه وأعيش معاه فهي بتبقى هنا يعني تحدي المفروض الأكشنات بتاعت الأم تبقى يعني مش تصدمية معاه بمعنى أنا أصدت أجيبك لوحدك عشان أديك كل الحب وكل الرعاية وكل التعليم ده لسان حالها بتقولهولو رغم أنها مش أصدى ده بس يعني لو طبيا هي مش أصدى بس تنقل له الإحساس ده إن أنا كان اختيار لي أن أنا أجيبك عشان أنت تبقى سيد المكان سيد المكان لحظيا بس أنا براعي في نفس الوقت يعني لأن سيد المكان بس وأسيبه على إطلاقها يبقى هيبقى طفل مدلج بصدر تمام؟ فأنا اللحظات اللي لقيه بيمأزوم من أنه لوحده لازم أعمل فوكس هنا وتركيز على أن أنا أصدى أن أنا أخليك لوحدك عشان تبقى حبيبي يقديك كل الحب وكل الرعاية تبقى أنت كده يعني أنت سيد المكان وسيد قلوبنا لكن في نفس الوقت أما يبقى مع زميله ويحتكي بيهم لو لقيته تعرض لأن خلي بالنك في صراعات الولايات خلينا سميها صراعات في المدرسة في النادي ممكن هو بيحس أن فيه شلالية من الإخوات من الإصحاب وأنا الوحدي يعني يحس بقى أن أنا متفرد إيه دا؟ دا جاي هو أخوه وأنا وحيد فخلينا نخليها هي ميزة وعيد هو لحظيا بيحس أنه عيد صح؟ لكن الميزة أن أنا أكسبه صفات أبتدي أعلمه الإحساس بالمسئولية والاستقلالية والاستقلالية بحيث أنه هو يبقى أو هو بيواجه المجموع حاسس أنه هو مش فارق معا من أنتو كتير وأنا واحد ويكسبوا استقلال النفس دي بتيجي بقى من تصرفات هيناء يدوموا لوحده صرفات حاجات كده إحنا بمصرها أنها مش بتأثر لا إنه زي بتبني شخصيته بعد كده حتى أبسط الحاجات طبعا إنه اختار لعبته إنه قرر إنه إحنا إيه رأيك هنروح لجده ولا لعمه يعني هنعمل زيارات عائلية عشان لازم الاحتكاك لأن أنا أفلاني عليه هيخليه كمان اللي حاوليه بصره لا 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 ما تكلموش أصلي ماما هتزعل أصلي بابا الكلمة دي بتضيقه فلا أخليه ينقرط تحت عيني وديه له اختيارات وهو صغير في حدودي أنا ببقى محددها طب نروح عندي جده ولا عمه هو اختار بس أنا عامل اقتار طب كبر شوية أنا عارف أصدقائه مين طب أصدقاء كويسين ولا لا لأني خلي بالنما بيوصل مرحلة المراقب مرحلة المراقب طبعتها أنا متمرد أنا عايزة أثبت إن أنا كبير بنت أو ولد أنا عايزة أثبت إن أنا حر في اختياراتي فتيجي تقوله مين صاحبك يقول لا لأ ده واحد هناك كده وما يصرحش بيه كأنه سر ماعتبر إن دي علامة من علامات ندوج الشخصية وإن أنا بقيت كبير وإن أنا بقيت ليا شؤوني الخاصة بيا اللي أنتو مش هتتدخلوا فيها فأبتدي أنا مساحة الحب اللي أنا زرعتها في الأول اللي تليتها مساحة الصداقة إن احنا بنوعنا نتكلم مع بعض وبتعمله إيه وبتروحه فين ولو لقيت وغيرت معنفوش لأنه المرة الجاية مش هيكلمني مش هيقولي إحنا عملنا كذا لأن أنا خوفته أبتدي مع المواقف الصغيرة اللي بابنيها منه وهو لسه سنتين سنة لحد ما يبقى أكبر هو حاسس بنفسه إنه أمة يعني حتى في الوقت كان إبراهيمة أمتا تمام مش يعني مع الفرق بقى إنك بتديره ثقة بالنفس أنت 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 فهو واخو بس أنت تقدر أنت عندك ثقة بالنفسك أنا معجبة بشخصيتك أنت شخصيتك جميلة زي ما كان نفسي إن ابني يطلع أو بنتي تطلع لكن دمعي الناس بسهل النبي بقى اللي هو أنت أحلى أنت أغنى أنت أكبر أنت أطول بلاش بقى لحاجات دي بلاش نتنمر على زميل أولادنا بلاش بكلام ده خلي بالنما أقول أنت أغنى أنا كده بتدي له حاجة أنه هو أعلى من اللي حواليه فبيتعامل بتعاليه فبينبزوه خلينا متفقين وارجع أقول إيه هم إيش بيحبوا يتعاملوا مع ليه عشان هو بيتعالى عليهم عشان هو بيحسسهم أنه هو أغنى أنه هو أحلى أنه هو دلوعة ماما أو بابا وهم يتدي يأخذوا النقطة القوة اللي أقول عليها يعملوها تنمر يعني هي هديرة لكن هو يبقى عارف أنه سماته الشخصية هو اللي هتكسبه احترام اللي حواليه من غير أفعل التفضيل دي أيوة يعني خليك حلو مع زمالك عشان يحبوك عملهم كويس عشان يحبوا يعملوك اتكلم معهم بطريقة حلوة عشان يحبوا ياخدوك معيهم أنا بنيت عنده حاجة اسمها كده المهارات التواصل الاجتماعي هو قدر أني مش عشان بابا زميلة هيكلموني مش عشان أنا عندي هيكلموني طب ما هو دان راح مني محدش هيكلمني فأنا هبقى أزيته مش نفعته لأن نقاط القوة في شخصيته راحت منصب راح مال راح بابا لا قدر الله مات ماما نفس الفكرة لكن أنت القوة فيك أنت أنت اللي عندك سمات وصفات تخلي اللي حوالك يحب فبالتالي أنت محبوب مش عشان أنت وحيد ولا دلوعة ماما ولا بابا عشان أنت شخصية تستحق الاحترام والتعامل والحب شور أمل لكلام جميل جدا ومهم جدا لكل أسرة تسمعه فعلا عجبني جدا الفكرة التشبيه أنه الطفل الوحيد ده بش زي حاجة بحطها في علبة أو هدية وأفضل قافل عليها وخايف طول عمري لا ده لازم أنشئه تنشئة قوية جدا ويبقى شخص مواطن صالح ودي له الثقة وأكسبه الثقة بنفسه نشكرك على النصائح البيبين دايماً بتنورينا وتشرفينا صباح الخير يا مصر دكتور أمل شمس أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس كل سنة وحضرتك طيبة ومورتي وحضرتك طيبين ومصر كلها بخير